نبحث الآن في هذا الملف مع ضيفين من رام الله ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي أحمد زكارنة من القدس الدبلوماسي السابق مئير كوهين أهلا وسهلا بكم سيد مئير بداية نبدأ معك في آخر ما توصلت إليه التحقيقات الإسرائيلية هنا بعد الاعتراف بأن إسرائيل مسؤولة عن هذا الحادث ومفروض أن يكون في حادث تحقيق كيف تتعامل الحكومة الإسرائيلية مع هذا الأمر حاليا أولا إسرائيل والحكومة الإسرائيلية قدمت أسافها واعتذارها لهذا الحادث المأساوي وحادث مؤسف وهو حادث تم وقع عن طريق الخطأ وليس كان مستهدفا بهذا الأمر حتى الآن لا نعرف إذا كان خطأ أو غير خطأ لأن التحقيق مازال مستمر صح أو لا سيد مئير لكن الموقف الإسرائيلي بيقول أن هذا الأمر وقع عن طريق الخطأ لن يكون هناك استهداف ولكن في مثل هذه الأسياء ممكن تحدث في أوقات الحرب أنا أذكر لحضرتك على سبيل المثال جنود إسرائيليين سقطوا في المعارك في غزة بين إيران صديقة أيضا رهائن تم استطاعوا أن يفكوا أسرهم من أيدي حماس وخطلوا أيضا عن طريق الخطأ فهذه الأمور تحدث في حالات الحرب إسرائيل كما ذكرت هي بتحقق في هذا الموضوع بشكل يتم على أعلى درجة من الشفافية وربما يتم إطلاع أيضا أطراف دولية على هذه التحقيقات هذه الهائية الدولية أيضا قدمت كما ذكرت خدمات للإسرائيليين الذين تركوا منازلهم وعائلاتهم في البلدات المتاخمة لقطاع غزة وقدموا الخدمات لهؤلاء الإسرائيليين فليس هناك نية مبيتة ضد هذه المنظمة طيب خلينا نسأل يعني إذا كان في تحقيق وإذا كان ليس هناك نية مبيتة أو تعمد في الاستهداف يمكن الهدف كان خطأ أو كان في معلومات خاطئة راح نسأل هذا السؤال لك لكن خلينا أخذ تعليق من أستاذ أحمد زكارنة سيد أحمد في أخطاء كثيرة قام بها الجيش الإسرائيلي منذ بداية هذه الحرب فعلا قتل يعني محتجزين إسرائيليين كانوا هربوا من حماس يعني نهيك عن الأخطاء الكثيرة التي يعني ما عاد حد يحكي عنها بحق الفلسطينيين أنفسهم قتل العزل قتل المقعدين وغير ذلك لكن حتى في قتل برصاص صديق كان حدث فهل ممكن أن يكون هذا خطأ تكون معلومات استخباراتية خاطئة بشأن هذه السيارات ولا في شيء يجب أن نبحث عنه وراء المعنى السياسي لما حدث مساء الخير أخي يوسف ومشاهدينك لكارم لا يمكن أن يكون هذا الحدث في واقع الأمر خطأ لسببين أساسيين أولا ما تشير إليه وحدث قبلا هو كان إما بسبب الخوف خوف الجنود الإسرائيليين وإما كان قصدا وأما هذه العملية الأخيرة هناك معلومة يجب أن ننتبه عليها هذا الفريق الإغاثي كان قد اشتكى قبل يوم واحد من هذه العملية بأن هناك قناص إسرائيلي استهدف سياراتهم وهذا يعني بأن الاستهداف كان مقصودا رقم اثنين هؤلاء كانوا في مجموعة من السيارات ثلاث سيارات السيارة الأولى استهدفت نجا من كان فيها انتقل إلى السيارة الثانية استهدفت إلى آخرين وبالتالي في قصدية فضلا عن أن السيارات تحمل الشعار بشكل واضح وصريح فضلا عن أن هناك كان تنصيق ما بين هذا الفريق وخط سيره كان لدى الحكومة الإسرائيلية ولكن نيتنياه وحكومة التطرف الإسرائيلي تريد أمران أساسيا من هذا الاستهداف الأول هو كي الوعي الفلسطيني كي يعلم الفلسطيني كي يعرف الفلسطيني أن لا شيء سيحميه حول العالم لا شيء لا قانون دولي ولا إنساني ولا مؤسسات إنسانية ولا مؤسسات إغاثية رقم اثنين هو استهداف للمؤسسات التي تعمل في المنطقة كي تقول لها إسرائيل أنا من أسمح لك أن تعملي وأفرض عليك كيف تعملي أين تعملي أي وقت تدخلين وأي وقت تخرجين وماذا تدخلين وماذا لا تدخلين بهذا المعنى إسرائيل تحاول أن تتحكم تفرض السيطرة والتحكم حتى في إدخال المساعدات وحتى في ما يجري من محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الشعب الفلسطيني تحديدا في منطقة رفح والشمال طيب سيد ميير كوهين لو عدنا أيضا يعني في كان حديث لرئيس ومدير هذه الشركة والسينترال كيتشن هو أيضا قال أنه في تعمد واضح بطريقة تنفيذ هذه العملية وكما ذكر ضيفنا أيضا في موضوع إطلاق النار على السيارات الثلاث رغم أنها يعني واضح صورها وغير ذلك بالتالي في مشكلة هنا واضحة خصوصا أنه لسه يعني من يعني في هذه الأيام نحن عم نشوف أنه ما هي الدقة الإسرائيلية في استهداف مثلا قيادات في الحرس الثوري الإيراني في سوريا في لبنان في غيرها تصل إلى الطاولة التي يجلس عليها مثلا هنا من الشباك في دقة يعني في هذا الموضوع فلماذا لا يكون هناك نفس الدقة فيه موضوع واضح جدا هذا الأمر صعب أن يمر على أنه خطأ غير مقصود طبعا هو التحقيقات هي التي ستكشف عن هذه الأمور لكن كما قلت لحضرتك أنه لا توجد هناك أي نية للإساءة لهؤلاء أو نية مبيتة للقيام بمثل هذه العمليات لأنها منظمة موافقة عليها إسرائيل ومنظمة بتخدم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأيضا خدمت الجانب الإسرائيلي داخل إسرائيل فليس هناك أي نية وأنا لا أستطيع أن أقدم ما صحيح صعب أن تقدم صحيح بس خلينا نتكلم في السياسة سيد مئير أنا سأطرح عليك هذا السيناريو التالي يعني أحنا وزير الدفاع الإسرائيلي ذهب إلى أمريكا وطرح هناك فكرة مشاركة قوات عربية في غزة وهذه القوات هي التي تحمل قواف الإغاثة وغير ذلك واليوم كمان حتى الأمريكان بدأوا يعني يعيدوا هذا الكلام نقول أنه هذا هو الحل الوحيد وأنه حتى إسرائيل يعني حسب التصريحات الإعلامية تقول أنه مستعد نفتح كل المعابر إذا كان في قوات عربية في غزة في هذا الإطار حتى إدخال المساعدات هنا لا نستطيع إلا أن نربط بين الوضع الإنساني السيء في غزة وبين ربما الضغط الإسرائيلي من أجل يعني إعطاء صورة للدول العربية أنه على الأقل تعالوا بقواتكم إلى غزة إذا أردتم إنقاذ الشعب الفلسطيني لأن منظمات الإغاثة توقفت عن العمل ألا يدفعنا هذا إلى التفكير بهذا السيناريو نعم وهذا أيضا بيمنح لإسرائيل أيضا والجانب الأمريكي أن هناك تقارب في وجهات النظر فيما يتعلق بالضرورة الحتمية لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان في قطاع غزة وزيادة هذه المساعدات ولذلك من أجل تأمين وصول هذه المساعدات يجب أن تكون هناك قوة دولية وهذا ما سعت إليه إسرائيل وقدمت هذا العرض للإدارة الأمريكية بعد استماعها إلى وجهات النظر ثلاث دول عربية من قبل مسؤولين إسرائيليين في وزارة الدفاع والاتجاه هو أن إسرائيل تقترب أكثر فأكثر إلى الرؤية الأمريكية فيما تعلق باليوم الذي يلي الحرب في قطاع غزة طب سنرى كيف ذلك في ظل استمرار تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو لك الرافضة لبعض المقترحات على كل سيد أحمد زكارنا أنت شو تعليقك قبل أن نذهب إلى أيضا الاتصال الذي سيجري بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي حول هذا الموضوع وبعض التخبط الأمريكي فيه هل ممكن أن نفهم أن تعطيل أعمليات الإغاثة بشكل طوعي في غزة سيدغط على الدول العربية الرافضة لإرسال جيوشها وبالتالي إذا أرسلت الدول العربية قوات هذا سيساعد الجيش الإسرائيلي لأنه على الأقل حماس سيكون وضحها أصعب أخي يوسف هذا يعني أنا أتفق معك تماما بأن هذه تمثيلية ومسرحية يتفق عليه الطرف الأمريكي مع الطرف الإسرائيلي وأنها مثل هذا الاستهداف بنسبة عالية جدا يمكن لها أن يكون مبرمج وإسرائيل اعتادت منذ العام 1948 أن تفرض على الأرض وقائع الواقع يعني تفرض واقع جديد وهي تخلق البيئة المواتية والمناسبة كي تدفع الجميع للذهاب إلى ما تريده أو تهيئه من قبل وبالتالي بهذا المعنى نعم أتفق معك هذا يعني بأن السياسة الإسرائيلية والسياسة الأمريكية إنما يعني يخدعون العالم في التصريحات في العالم ولكن يتفقون ويتفقان على استهداف الشعب الفلسطيني واستهداف تنفيذ خططات الحكومة المتطرفة على الأرض وقائع نعم قد تكون هناك خلافات ولكن الإدارة الأمريكية الحالية تعمل على مبدأ نحن لا نذب ولكننا نتجمع هي تختلف على بعض خلينا لا نقفز على الموقف الأمريكي بس أنا اللي سألت أنه هو هل فعلا تعطي العمل منظمات الإغاثة في غزة سيدغط على الدول العربية لإرسال قواتها لإنقاذ على الأقل الوضع الإنساني في غزة وهذا يصب في مصلحة العمليات الإسرائيلية ويضعف موقف حماس يعني هنا لا ترى فيه أنه كلما يعني لو فيه إغاثة شغالة على الأرض لن يضطر أحد لإرسال قواته لحمايتها ملشور أعيك يعني صحيح أنا مع احترامي شديد أنا لا يهمني موقف حماس أنا يهمني موقف الشعب الفلسطيني حماس كانت أخطأت قبل أيام واستهدفت حتى الجهات الفلسطينية التي حاولت أن تساعد الشعب الفلسطيني واختلقت سينايو هي الأخرى لتقول بأن هذه مخابرات رمالة وإلى آخر الكلام لا علاقة له بأمر الواقع ومع ذلك أنا ما يعنيني هو الشعب الفلسطيني نعم هذه قد تكون خطوة إضافية في الاتجاه الذي تريده الحكومة الإسرائيلية للضغط على الأطراف العربية للتدخل على أقل تقدير أو المساهمة في قوات دولية وهذا الطرح كان كترح قبلا ليس فقط قوات عربية ولكن قوات دولية هذا الطرح رفضته بعض القوى العربية وتحاول إسرائيل الدفع باتجاهه في مثل هذه الأوقات بسبب الأوضاع الإنسانية على أرض الواقع هي تريد أن تقول إن أردتم فلتأتوا تساعدوا من تستطيعوا مساعدتهم من الشعب الفلسطيني ببساطة يهيئون الظروف على أرض الواقع ومن يدفع الثمن في نهاية المطاف مع احترامي شديد مرة أخرى لكل قوى المقاومة هو الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يستهدف في قطاع غز طيب هنا إذا رجعنا إلى رد الفعل الأمريكي في التعامل مع هذا الموضوع شوف أنه في التعامل مع أزمة وولد سنترال كيتشن بدأ منها واضحا في تصريحات المسؤولين الأمريكيين أن هذه التصريحات سبقت أي تنسيق في الاتصال مع مجلس الأمن القومي رئيسه جون كيربي الأمريكي الذي قال أن التحقيقات ما زالت جارية وأن الهجوم لم يكن متعمدا هذا ما قاله كيربي لكن خلافا لما قاله كيربي أكد المتحدث باسم الخارجي الأمريكي ماثيو ميلر أن إسرائيل بحاجة إلى وضع إجراءات أفضل للتنسيق من أجل حماية العاملين في المجال الإنساني في قطاع غزة وهو ما كرره الرئيس بايدن ووزير الدفاع الأمريكي لقد قال لنا الإسرائيليون إنهم يعتزمون إجراء هذا التحقيق بسرعة نريد أن نراه ينتهي في أقرب وقت ممكن ونراهم يتخذون أي إجراءات لمنع حدوث ذلك مرة أخرى في المستقبل ثم ننتقل للنقطة الثانية التي نعتقد أننا بحاجة إلى رؤيتها وهي أن تضع إسرائيل تدابير لحماية العاملين في المجال الإنساني وحماية جميع المدنيين على الأرض هنا أسأل ضيفي سيد مئير كوهين من القدس ما المتوقع من الاتصال الذي سيجري بين الرئيس الأمريكي بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اسمعنا بايدن وهو يقول أنه غاضب جدا أنه يريد من إسرائيل حماية المدنيين حماية الإغاثة لكن واضح أن نتنياهو لا يتعاون مع رئيس بايدن وكلام تقرير بوليتيكو اليوم في تسريبات مسيئة شوي يعني أنه بايدن يسخر من نتنياهو في حديثه مع كوادر في البيت الأبيض وأنه فعلا علاقة الشخصية بين الاثنين سيئة جدا ماذا تتوقع من الاتصال نعم ما في شك أن حسب ما سرب لوسائل العلام وخاصة في الولايات المتحدة أن المحادثة ستكون محادثة صعبة بين الاثنين هناك خلافات عميقة في وجهة النظر ليس فقط فيما يتعلق بالحادث المأساوي الذي وقع وإنما أيضا فيما يتعلق بالرؤية التي تتعلق التي وضعتها الإدارة الأمريكية لليوم الذي يلي الحرب في قطاع غزة هناك تناقض في المواقف بين الجانبين إسرائيل ونتنياهو لا يقبل إقامة دولة فلسطينية الرئيس بايدن يرى هذا الموضوع وهو أمر حيوي بالنسبة للسياسة الأمريكية لكن يجب أن نذكر أن كل هذا الجدل وكل هذه التجاذبات بين الاثنين هي تندرك في إطار الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والضغوط التي تمارس على الإدارة الأمريكية من أجل وقف الحرب هل تتوقع أن نتنياهو ممكن أمام هذه المكالمة الصعبة أن يقدم بعض التنازلات أن يقدم بعض الضمانات بالتأكيد سيحاول أنه سيطرح من جديد موضوع أرسلوا قوات عربية حتى نحل موضوع الإغاثة هذا نعم بالنسبة لإرسال قوات عربية هو أمر مهم جدا لأنه بيثبت أولا فشل وهزيمة حركة حماس وعدم استطاعتها لحماية الشعب الفلسطيني بل بالعكس هي تقوم بسرقة ما يتم تقديمه للمواطنين العزل وتبيعه بأسعار باهزة هذه النقطة النقطة التانية تتعلق بالسلطة الفلسطينية وهي صحيح أنها يمكن أن تكون مخوالة لذلك ولكن حماس لا تقبل بها وسيكون هناك صدام وواضح من خلاق التراشق الكلامي بين حماس وفتح حول هذا الموضوع ما في شك أن هناك دور أيضا بتلعبه إيران وهو دور خطير هذا الدور هو السبب الرئيسي في هذه الأحداث التي نعيشها الآن وسنعيشها في الأيام القادمة وما تسببت به من مأساة سواء داخل إسرائيل وأيضا للشعب الفلسطيني حرب مفتوحة ومواجهة بين قطاع غزة وإسرائيل وبين إسرائيل وحزب الله في لبنان إجلاء نحو ربع مليون نسمة في إسرائيل ليس لهم مأوى بعد أن حرقت وهدمت بيوتهم عشر تلاف صاروخ تم ضربه داخل إسرائيل من قبل حماس بالإضافة إلى العشرات من قبل حركة من قبل لبنان كل هذه الأمور تبين أن هناك دور خطير لإيران هذا مواضح المتابع يرى الدور الإيراني يرى الدور الأمريكي الإسرائيلي العربي يرى كل شيء لكن هناك مفتاح سحري يمكن أن يحل كل شيء وهو موضوع الحل الدولتين حتى الدول العربية التي قالت أنها لن ترسل قواتها إلى غزة ربطت ذلك بالاعتراف بالدولة الفلسطينية السلطة الفلسطينية قالت ممكن إرسال قوات ولكن مع الاعتراف بالسلطة الفلسطينية لما نرى أن هذا الحل السحري الذي على فكرة لا يصب أبدا في مصلحة حماس ترفضه إسرائيل فهنا نرى أن هناك تهديد إيراني وفي تهديد غير إيراني لكن في الأساس في تعنت إسرائيلي بسبب الأسباب السياسية داخلية سيد مير لماذا هذا التعدد هنا في هذه النقطة اللي ممكن تحل هذا الموضوع نعم يعني هناك من ينتهم نتنياوب أنه هو الوحيد الذي يعرقل هذه المساعي وهذه البهود حقيقة الأمر أن هناك رأي عام في إسرائيل معارض لإقامة دولة الفلسطينية بسبب ما تعرضت له إسرائيل في السابع من أكتوبر هناك شرخ في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية أنا هذا مش فهمها سيد مئير يعني صراحة أنا أنا مش قادر أفهمها هذه وكتير وسامحني وكتير من مشاهديننا يعني العكس أنه المفروض أنه ما حدث في سبعة أكتوبر يشجع الإسرائيليين أكثر على إقامة الدولة الفلسطينية لأنه اللي عمل في سبعة أكتوبر هو حماس وقطاع غزة الذي كان خارج عن السلطة وكان نتيجة خروجه عن السلطة أنه حدث هذا فمش شايف من منطق بأنه يكون لديك دولة تحاسبها وتحاسبك السلطة بينك وبينها تنسيق أمني تنسيق استخباراتي ويكون بينكم قوات دولية تحفظ السلام ويكون أنه لا اللي صار في سبعة أكتوبر هو اللي إحنا يعني يجعلنا نرفض أن يكون في دولة نستطيع أن نحاسبها نستطيع أن نتحدث معها نستطيع أن ننسق أمنيا معها اشرح لي هذه النقطة لأنه قبل ما أروح لسيد ذكرنا هنا تأخذنا عليه في التعليق أولا هو السبب يعود أولا لأن هذا الشرخ الذي حدث نحن نرى أن الغالبية العظمة للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية هي مؤيدة لحماس إيران أيضا بتلعب بدور والسلطة الفلسطينية قامت باتهام صريح وواضح لإيران في إشعال الموقف في الضفة الغربية هذه الأمور طبعا واضحة جدا 80% من الرأي العام الفلسطيني ترفض مؤيدة لحماس يعني إذا سمعنا مثلا جبرير رجوب بيقول أن ما حدث في قطاع غزة هو سفر على الشمال لما يمكن أن يحدث في الضفة الغربية كيف يمكن أن تسق؟ لا يوجد هناك وصوخ صحيح أنه تعاون أمني فيه هناك تعاون أمني وهناك مصالح وهناك تمويل من أجل التعاون الأمني من قبل المجتمع الدولي لكن لا توجد هناك ثقة هذا أولا موضوع الدولة الفلسطينية هي ليست مقبولة إسرائيليا هي ليست مقبولة فلسطينيا حماس ترفض إقامة الدولة الفلسطينية وحماس تعتمد على مسألة إبادة إسرائيل وهذا مع فعلته في السابع من أكتوبر قولا وفعلا فكيف يمكن الوسوق عندما نص الشعب الفلسطيني منقسم أو أكثر من الشعب الفلسطيني يريد تدمير إسرائيل فكيف يمكن القبول بالأول الفلسطينية في هذا الإطار لن نتحدث سنرجع في الدائرة نقول أنه من ساعد على هذا الانقسام أنا أتكلم من ناحية التحليل صحيح من ناحية التحليل وليس موقف شخصي صحيح لا لا أكيد نحن نتكلم من ناحية التحليل لكن أيضا نعرف نحن مين ساهم في هذا الانقسام وتمويل حماس بعد ذلك وسيطرته على غزة على كل سيد أحمد زكارنة في هذا الإطار الآن برأيك هل في خطة أصلاً أو اهتمام أمريكي بتوجيه إسرائيل سيد مئير كهين قال أنه يعتقد بتحليله أنه إسرائيل شيئاً فشيئاً بدأت تقترب من يعني وجهة النظر الأمريكية فيما يتعلق باليوم التالي الهرب لكن هل حسب قرأنا في بوليتيكو أنه بايدن يعني يسخر من نتنياهو وحتى في هذه الموضوع يعني موضوع الإغاثة يطلع كيرب يقول أنه هذا عمل غير مقصود وغير ذلك ما فيش مطالب جدية غير تحقيق شفاف وإعلان النتائج هل تتوقع أنه هذا الوضع يتغير خلال الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو اليوم أخي يوسف لن يتغير شيء مرة أخرى الإدارة الأمريكية تحاول أن تبرئ زمتها تحاول أن تنقذ سمعتها لو عدنا لتصريح بوريل هل تحتاج الإدارة الأمريكية أو أمريكا حقيقة الضغط على إسرائيل يكفي أن توقف الدعم العسكري وترفع الغطاء السياسي وتتركها عارية وبالتالي لن يتغير شيء هذه الإدارة هي لا تكذب ولكنها مرة أخرى تتجمل هي كما قال عاد الإمام شاهد لا أرى حاجة ألو له هذا بايدن كيف حدا يحكي له وفدانه يحكي وبالتالي هذا كله ولكن اسمحني كل الأكديد التي ذكرت قبل أكديد في إدارة أمريكية وفي رئيس أمريكي يقول له وفدانه لا خلينا نقول أنه في إدارة وفي عنده وزير خارجي وعنده مستشار أمن يعني لا 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 ما عليش ما عليش هو اعترفت الإدارة الأمريكية أنا ألوله لا 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 اعترفت أنا أعطيك مثل يا أخي يوسف يوم لحظة ما حكى عن حرق الأطفال في اليوم التاني البيت الأبيض خرج وقال بأن هذه المعلومات ليست مؤكدة سمعها أو رأى فيديو بايدن وألوله وهذا ما حدث حدث ثلاث مرات في الشهر الأول من هذا العدوان فأرجوك لا نناقش هنا ولكن اسمح لي أن أناقش بعض الأفكار المغلوطة التي سربت الآن عبر شاشتكم على الجمهور الشعب الفلسطيني لم يحتل في السابع من أكتوبر القضية الفلسطينية لم تبدأ من السابع من أكتوبر حركة حماس ليست هي الشعب الفلسطيني منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد دخل في مشروع سلام وتسوية مع هذا المحتل رقم خمسة أو ستة أو سبعة ما شئت عد أنت نيتانياه هو من قال بعضمة لسانه أنا الزعيم الإسرائيلي الوحيد الذي أقف حائلا دون إقامة دولة فلسطينية هذا اعتراف واضح وصريح نحن عن ماذا نتحدث إسرائيل هي من دعمت وقوت وغذت حركة حماس باتفاق مع إيران بدون افتفاق هذا من شغلنا من كان يحمل أو يسمح بشنط الأموال التي تدخل من مطار تل أبيب هي الحكومة الإسرائيل وهو شخص نيتانياه وهو من قال أنا أغذي حركة حماس لأستفيد بالانقسام الفلسطيني هو من قال ذلك نحن لا نريد أن نخدع الشعوب ومن يشاهدنا اليوم كل ما قاله ضيفك أكاذيب لا علاقة لها هم لا يريدون حل الدولتين هم يرفضونها نيتانياه قال أنا لا أريد ولن أعترف لا في حمستان ولا في فتحستان هم لا يريد لا سلطة فلسطينية ما هو الخلاف بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية اليوم في اليوم الثاني والاختلاف حول السلطة الوطنية ووجود هذه السلطة في قطاع غزة يكفينا كذب على الجمهور يكفينا كذب على حد الشامل الإسرائيلي هو يكون أريد أن يعيد للأسرة وهو يبطل للأسرة أن تعطيط للرجل ثلاث مساحات يا أخي يوسف صحيح ردت بشكل كافي وكامل بس هنا في عنا موضوع شوي خرجنا عنه بيقيننا دقيقتين سيد بنير كوهين باختصار في آخر دقيقة بدون ما نرجع ما نكون الشهاد ما شفش حاجة لا يعني أنت قلت أنه شيئا فشيئا إسرائيل تقترب من الرؤية الأمريكية هل فعلا في مؤشرات على ذلك ممكن أن نفهمها يعني أن إسرائيل تقترب أكثر من وجهة النظر الأمريكية وإدارة بايدن في اليوم التالي لهذه الأزمة أولا فيما يتعلق بزيادة تضافق المساعدات الإنسانية ثانيا فيما يتعلق بالقوة الدولية العربية التي ستقوم بحماية القوافل للمساعدات الإنسانية أعتقد أن الأمور تتاجه هنا هو ربما رؤية مشتركة فيما يتعلق بالوضع في رفح صحيح الإدارة الأمريكية لا تريد عملية في رفح لكن هي تريد أن تكون العملية مؤمنة لقبل مليون وربعمائة ألف نازح من سكان رفح وتأمين لهم الحماية بالنسبة للمخطط الإسرائيلي هو ليس كافيا بالنسبة لإدارة الأمريكية طيب بس أنا اللي فهمته خلينا أسأل أستاذ أحمد أنا عن شخص اللي فهمته أنه أمريكا هي التي بدأت تقترب من وجهة النظر الإسرائيلي ومش الحكس يعني حسب هذا الكلام يعني موضوع رفح وموضوع القوات العربية هي أفكار إسرائيلية في الأساس أسأل أحمد تعليق هل فعلا أمريكا آخر في نص دقيقة ممكن تتوقع شيء من أمريكا يتغير فيه النهج الإسرائيلي يا سيدي إسرائيل أمريكا لا تضغط بالشكل الكافي ولا تريد سياسة مختلفة ولا تختلف على عملية استهداف رفح هي تختلف على الطريقة والإسلوب وبالتالي نعم تقترب وحينما نقول الإدارة الأمريكية كيف تتعامل مع الملف يجب أن نتذكر تصريحات سموترش العنصرية التي أعلنها بشكل واضح يجب أن نتذكر تسليح بنيكفير لأكثر من مائة ألف من غولات المستوطنين في الضفة الغربية وقتل الشعب الفلسطيني بشكل واحد يجب أن نتذكر مصادرة ألاف الكيلومترات في الضفة الغربية في موضوع الاستيطان كل هذه سياسات واضحة بأن الإدارة الأمريكية تغمد العين عنها وتتعامل معها بتصريحات دبلوماسية فقط هذا ما رأيك سيد أحمد ويعني خلينا نشوف ماذا سينتج عن هذه المكالمة الهاتفية اليوم أشكركم شكرا جزيلا ضيفي من رمالة كان معنا الكاتب والباحث السياسي أحمد زكارنة وشكرا جزيلا أيضا لضيفي من القدس الدبلوماسي السابق مئير كوهين